اه طيب تعالوا نشوف يعني كابتن محمود الخطيب وهو زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الاستوديو التحليلي هيكون متواجد النهاردة في اللقاء والنهاردة في تواجد الجالية المصرية بقى وجماهير الناد الاهلي بتؤازر الناد الاهلي وكمان بنطام الجمهور الناد الاهلي على تواجد الكابتن محمود الخطيب زي ما قلت لحضراتكم كان هو بيعمل يعني تمرين علاجي في الجيم وكان حصل له زي دوار او دوخة بسيطة فكان دماغه ارتطمت يعني بحديدة موجودة في الجيم فكان راح للمستشفى واخد حوالي ثلاث اربع غرز ودي الشبكة على رأسه دي يعني عشان الغرز الموجودة لكن بنطام من الجماهير الكابتن محمود الخطيب الحمد لله بحالة صحية جيدة وبكرة ان شاء الله هيتوجه الى فرنسا لاستكمال بقى الفحوصات الطبية هيغيف فترة خلال فترة اللي جاية هيكون متواجد فما بين باريس ممكن بعد كده يروح المانيا يرجع تاني برضو شوف طبيعي المعالج فانا اتمنى ان شاء الله الشفاء العاجلة دكور سلم طبعا الف سلامة للكابتن محمود بصراحة صورة عظيمة ان واحد يبقى تعبان ومصر ان هو يحضر ويسافر المعسكر ويحضر وراهم ويحضر المتش الودي رغم كمان اصابته في الراس لا بصراحة حاجة تحترم من الكابتن محمود ودايما في ظهر الفرقة وان شاء الله كده السنة دي تبقى احسن من السنة اللي فاتت كمان انت خدت خماسية السنة الجاء ان شاء الله تاخد سوداسية وده دايما اكبر يا احمد السنة دي عب على كل الناس وعلى مجلس الادارة عشان نحافظ على الاقل على الانجاز الكبير اللي تعامل في السنة المميزة السنة اللي فاتت وفي نفس الوقت برضو يعني انا بقول له الف سلام وربنا يشفيك كابتن محمود الخطيب بيتابع كل تفصيلة صغيرة في الفرقة ودي واحدة من اهم مميزات ان انت رئيس النادي بتاعك يكون اسطورة انت تعبان يا احمد هو انت تعبان ومصر تروح في ماتش ودي في فترة اعدادة اقسامة دي دي حاجة يعني الناس لازم ما بيسيبش تفصيلة الا ما بيكون بيتابع كل حاجة في الفرقة ودي زي ما بقول لحباك ميزة ان يكون رئيس النادي اسطورة وبعدم هو حضورة يعني مشكلة لي لانه هو كم الصور وكم الناس اللي عايزة تتكلم وعايزة تتصور فده بيتابع جيلا اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا جمهور الاهل العظيم يعني عامل حالة في كل مكان الاهل متواجد في اي مكان في النمسا هيكون في السعودية في اليابان هيطلع الامر جمهور الاهل متواجد يعني اينما كان ببقود اسم الاهل تلاقي جمهور الاهل العظيم سر الفن الله الحمر الاهل خلال فترة اللي فاتت يعني واحش جمهوره الفترة فاتت حق اللعبة انها تغيب عشان تريح تبدأ فترة اعداد لكن جمهور الاهل متعود دايما ان يشوف اللعبة يشوف مراية الاهل يتابع يكون متواجد صحيح حاجة حلوة وحاجة عظيمة جمهور الاهل كابتان حشيش طبعا سر نجاح النادي الاهلي وسر كون النادي الاهلي على القمة دايما دلوقتي وسر ان النادي الاهلي هو نادي القرن هو بدعم جمهوره الكبير في كل الأزمات يعني سواء في الكويس والوحش بيبقى داعم داعم ودعم مستمر وبيدي الثقة داعم لمجلس الإدارة ودعم للعيبة وطبعا داعم للكابتان الخطيب لان الكابتان الخطيب مش شخص عادي او يعني رئيس مجلس دارة النادي الاهلي لا دا هو كان لعيم أسطوري ومحبوب شخصية محبوبة ومسك النادي الاهلي كمان فطبعا كل كل الدعم والتقدير والدعم بحب يا أسامة كمان دي مهم قوي يعني ان انت بتدعم رئيس مجلس إدارة عشان رئيس مجلس دارة النادي الاهلي انما كمان عشان بيحبوا الكابتان الخطيب الكابتان الخطيب المحبوب ودي حاجة بقى الحب دا من عند ربنا يا عم اشتركوا في القناة